أوسيتيا الجنوبية تعزز تأمين حدودها مع جورجيا بمساعدة روسية بإقامة سياج ومتاريس معدنية كللة انفصالها عن تبليسي واستقلالها والتحقها بفلك موسكو بعد الحرب الخاطفة الروسية الجورجية التي دارت رحاها في صيف العام 2008 فريق من المواقبين التابعين للاتحاد الأوروبي ظهر المنطقة لمعاينة الوضع فيها وتبعات هذا السياج الذي لا يرتب اوتيح جورجيا المرتبطة منذ أشهر باتفاق شركة مع بريكسل السياج العازل بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية الذي شرع في بنائه قبل أشهر ويشهد تسريعا خلال الأسبوع الأخيرة يخلف أضرار بلغة بالجورجيين المحادين للحدود الذين لم يعد بإمكانهم الوصول إلى موارد المياه وحقولهم القريبة ولا إلى مقابرهم كما أدى الحاجز إلى الفصل بين أبناء العائلة الواحدة على طرفي الحدود ويقول الجورجيون المتضررون من هذا المشروع إن الجنود روس هم الذين أقاموا سياج ترجمة نانسي قنقر